رئيس مجلس حقوق الإنسان بودليرن دونغ إيلا يشيد بالاستراتيجيات العديدة التي أطلقها المغرب في مجال حقوق الإنسان ولتجعل منه نموذجاً لدول القارة الإفريقية جاء ذلك على همش مباحثات أجرها مع المندوب الوزاري المحجوب الهيبة حوال الإصلاعات لاتخذها المغرب في هذا المجال والمقاربة المتبعة في التفاعل مع الآليات الأممية بدلنا بعض الأمور متعلقة بتفاعل المملكة المغربية مع آليات الأمم المتحدة للحقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان وآليات الاستعراض الدوري الشامل وأيضاً مساهمة المملكة المغربية منذ مدة طويلة ومنذ تأسيس منظومة الأمم المتحدة للحقوق الإنسان في تعزيز آليات الأمم المتحدة للحقوق الإنسان وأيضاً في النهوض بحماية حقوق الإنسان ندونك إيلا الذي يوجد في زيارة عملي للمغرب للمشاركة في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان بمراكش نوه بتنظيم هذا المنتدى بالقارة الإفريقية واعتبره أرضية للتبادل والنقاش حول قضايا حقوق الإنسان حتى تتمكن دول الجنوب من الاستفادة من التجارب الناجحة في المجال